اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب خلينا طبعا في البداية نقول للناس ان موضوع CV دي النهاردة هو مفتاح الوصول الى الوظيفة فانا النهاردة لازم يعني اصهر واتعب في اعداد السيرة الزاتية لان انا مش عارفة سوق نفسي يعني اكدنا انا بالنسبة 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 للشركة انا product عايز اخش الشركة دي فانا ازاي ان انا اوصل فالهوصل فدائما اي واحد بيجي يقولك ايه ممكن تبعتيلي بس CV بتاعك ممكن توريني بس CV عشان ابعته للناس فال CV اهم حاجة ان انا اطقن الاعداد بتاعه طبعا احنا في التكنولوجيا وفي العصر الحديث نهاردة احنا تطورنا حركة بتخش على برامج معينة على الانترنت بتكتبع عليها هي بتطلع على حضرتك CV بتاعك هي اللي قريدي انت بس جاست ان انت بتملي بيانات وتلاقي CV بتاعك طلع عارفة حركة لما بتيجي تسافري دلوقتي مش بيجي يقولك مثلا مثلا الشركة دي واخده رينكة دي واخده درجة دي يعني المواقع الجديدة دلوقتي بقيت هاي اللي بتعملك الكلام ده هاي اللي بتقوم بالدور ده غير بقى الورد دوكيمنت بيعمل نفس القصة دي ولكن اللي احنا بنقوله لاي شاب بيسمعنا النهاردة او اي واحد نهاردة مقبل على الوظيفة بالذات احنا فترة اجازة وكلو بيعمل سيرتشنج او بيعمل شيفتين كارير يعني انا مش شرط ان انا ممكن وبعدين برضو انا بنصح الشباب في الوقت الراين وده توجهات الدولة وتوجهات الرئيس ان انا لازم يبقى عندي اكتر من سنارة يعني انا في واحد بيبقى متخرج من كله التجارة مثلا يجونا انا اشتغل محاسب بس ميلي قال كده ميلي قال كده واحد نهاردة احنا بنلاقي يعني النهاردة لازم اجمع من اكتر من شغلنا لازم يبقى عندي اكتر من سيفي يعني منزلش اكترنا حرك بيقوله حركة ايه لو انت نازل معاك في البحر معاك سنارة وانت بستطادي السمك سنارة واحدة غير لما يبقى معاك اتنين غير لما معاك تلاتة غير لما معاك شبكة فانا عايز اوسع للناس ان يبقى عندها ايه شبكة فانت النهاردة عايز يبقى معاك سيفي واثنين وثلاثة طب هعمل السيفي ازاي دي نقطة مهمة جدا يعني هعمل السيفي ازاي اللي لازم يبقى فيه ست حاجات اساسية اول حاجة لازم يبقى ليه تارجت اوليه هدف معين انا ببحث عنه يعني حسس الراجل اللي انا رايح له ده ان فيه هدف من الوزيط ده اللي حضرتك هتفيدي تتكلم فيها دي هل بتشمل حديث التخرج اللي هو لسه ما عندوش اه لسه ما عندوش اه طيب خليل اللي دي اصعب مرحلة اعتقد ان انت لسه بتسوق نفسها كنت بتبتدي ومش عارف وعلى فكرة والستة دول ممكن يتعاملوا فرقة واحدة ممكن يتعاملوا فرقتين ونتكلم مع القصة دي انا النهاردة عندي اول حاجة لازم احط هدف ايه اتنين لازم البرسونال انفورميشن اللي هي المعلومات الشخصية انا عايز اعرف انت مين اسمك ايه في واحد بيكتب مثلا ايمن الدهشان طب اسمك احنا عايزين فول نين اوكي فانا عايز اعرف القصة دي في واحد بيكتب رقم تليفونه وهو قفله بس عشان رقم شيك وجميل فيه اربعة صفار وضع منه فكاتبه في واحد بيكتب او واحدة بتكتب مثلا الايميل بتاعي ايميل وهي ناسيها الباسورد بتاعه مثلا اه بالضبط كده وده بتحصل كتير قوي كما حد يشوف لي اتصرف ازاي والناس بتبعت لها وهي ما بتردش او بالنسبة ليه الايميل لازم اكتب فورمال ايميل نفعش اكتب سوسو وطوتو كلام ده مش هايمك عطالس اه اه وكروكي وآيات ياهو والحاجات دي اه لان انت عالف ده اه ايه دي المشكلة بقى اصلي في ناس علقتول بتاعي بالك ايوه ايه اللي بيحصل ان انا النهارده كه HR مانيشر بقام داخل على الاتشيك اللي جاي الشركة دي مين البروفايل بتاعها ايه فليها بقى كانت بقى ان هي معرفش ايه وان هي يعني عامل حاجات ايه مورا وصوسو ونونو اه وكلام بقى وحاجات لان انا ده حضرتك عنوانك هو انا النهارده لو انا عايز اعرف حضرتك اخش على صفيتك احنا في عصر الوقت يا جماعة بقى العصر متطلب مننا ان احنا نشوف العصر عايز مننا ايه مش احنا عادي نعمل ايه يبقى احنا كده قلنا الهدف وقلنا المعلومات الشخصية طب انا النهارده مش عندي خبرات لازم احط الخبرات بتاعتي فيه ناس بتختلف في موضوع الخبرات يقولك ابدأها من الاخر للأول ولا من الاول لاخر افهم بس حتى دي اه يعني ابدأ من 2017 2016 ارجع ده الترتيب الصحيح زمان كنا بنقول احنا بدأنا ازاي ان المدرولاتي بيقولك انا مش جعبه انت الوقتي فين واشتغلت ايه قبل كده اه وبعدين اللي ريليتت بالوظيفة دي نصيحة مهمة جدا يعني مكتبش انا اه مثلا راحت شغل مدرسة فانا قريدي كنت شغلة مبيعات طب ايعلقت المدرسة فمكتب هي يعني احنا كده بقى بنكلم في كارير شفت اه بالزبط كارير اه اللي هو حد رايح كارير تاني اه طيح حضرتك دراتي بتتكلم على اللي ليه خبرة اللي ملوش خبرة ولسه فراش براديو اتحكتب ايه لازم اخش بقى في النقطة اللي بقى الـ experience الترينينج هو انت كنت بتعمل ايه في الكلية اذا انت اخذتش ولا ترينينج يعني منزلتش بنك اتدربت منزلتش شركة اتدربت منزلش مكتب محامات اتدربت طب افرد منزل افرد حركة منزل ما شاركتش اعمال جامعية في الكلية ما عملتش اي حاجة حتى لو تطوعي ما محدش هيدور عليك وانا نهاردة حتى اي شركة نهاردة لو انت حررتك قولتي بس انا عايزة ناس هتلاقي ناس كتير جاتلك طب دكتور خلينا اقول لك حركة في الحتة ذي ان هو ممكن يكون منزلش وما اشتغلش الاشغال دي وبيحطها في السابي يعني هو يمكن تفاهم ان هو مش هيتسئل يعني سيما اشتغلت سيلز في كاز ماركتينج في كاز مبيعات في اه بتكتب حيات دربة وهو اصلا مشتغلها ما عملش الكصة دي صح هو ده اللي حركة عايز دولي ايه طبعا ايه ده بيأهل الوظيفة بس خد بالك هتتسائل والصدقه مهم جدا فلسيمي ده بقى بيتكشف في الانتروفيو اه بالزبط ده الـ HR لو هو ناصح يقوله طب لو سمحت اسم المدير كان ايه ايه طب لو كدرت يقولي الانوان ايه في الابليكيشن بيبقى فيه مكان الشركة كنت فيها ومين نكلمه هناك بالزبط ده برضو خطوة من الخطوات طيب احنا كده قلنا اربع حاجات احنا قلنا الـ target والpersonal information والexperience سواء انت يعني يعني you are trainer يعني you are training ولا لا طيب الرابعة لا فيه ناس نقطة رابعة ماشي عندنا المؤهلات العلمية التبقى متخرج منين وجامعة ايه وفيه واحد النهاردة بيبقى شغال في كلتين واحد خده بلومتين واحد فالمؤهلات بتاعتي لازم اكتبها فيه فرق بين المؤهلات يا جماعة وبين الترينينج يعني فيه فرق بين الـ qualification وبين الترينينج المؤهلات هي اللي انا حصلت عليها من جامعة حكومية اما الترينينج ده اي برامج تدريبية انا خدتها وبعدين انا بقيس الفرد بايه مدى اقباله على البرامج التدريبية ودوراته لان مفتاح مهم جدا ليه ان انا لما يجي اختار اي فرد ان هو بيطور من نفسه ايه من انه مقيتش حرك بالتواري من نفسك مثلا لما يجي اسأل واحد الخمس سنين فاتت كنت تعمل ايه لا والله ما كنتش بقى عمل حاجة ايوه انا قد في البيت يعني الخمس سنين فاتت دو ما خدش برنامج تدريبي ما عدتش قدام طب كل اللي بيحصل في البلد ده اي مش مش عاجبك اه اه وفي نفس الوقت مفيش شغل في البلد اه احدف بقى طوب اه اصلا مش لقى ايه لا خلاص واصلا يعني ما حدش محتاج الشخصيات النيجاتف دي بزات بزات طيب بعد كده عندي بقى ايه بقى ممكن الحاجة الستة بقى الستة اللي ايه الريفرانس مين اللي ارجع لهم عشان اتأكد منهم طبعا لو كتبت اسم الشخص ورقم تليفونه ورقم الموبايل بتاعه انا بقى في الحتة تنعد يتأكد مني لان انا خلاص بقول لناس انا واضح لو عايز اي حاجة اتصل اه بالزبط كده فيه برضو اخطاء بنقع فيها في السي في خلينا نقولها الناس بسرعة تريعا الشباب النهاردة مستعجل عايز يكتب كده الاختصار بتاع السي اس اننا متخرج من سي اس 2017 ايه سي اس دي ايه اه بالزبط وبي اس انت راح تلعب بقى ولا راح تشترع سي اس بيقول لك كمبيوتر ساينس طب ما تكتب كمبيوتر ساينس صحيح واحد بيقول لك اي سي دي ايه اللي لقيت سريعا ارفاق السورة الشخصية في السي في سي في صح ولا غلط اه على حسب لو طولي بط وفيه اخطاء بنوع فيها في بنت مثلا تلاقيها انا اصلا اشتغلت ايه ايه او ار بلقس سورة مش فورمل بعتها سورة او حاط سورة مش فورمل لا والكارسة بقى تبقى واحدة هي حط سورتها بشعرها وهي مثلا محجبة طب ليه اه انا جاية بالوضع اللي انا فيه طب السي في الصورة تتحط يمين ولا شمال اه لو السي في عربي تتحط شمال لو السي في انجليش تتحط يمين اه اه يبقى لازم تبقى واضحة وبعدين لازم ابقى محدد انا رايح على انا شغلنا نقطة مهمة جدا هي الاختصارات ما نكتبهاش اه السي في ما بيتلفش ما حدش يلفه هو رايح الشغل فحطه في جيبه يتحط الفولدر الفولدر موجود ما بيتدبس اه مالوش فريم اه حتى لو اكتر من ورقة ما ينفعش يتدبس ما ينفعش يتدبس النقطة الاخيرة اللي هي السادسة بعد الريفرنسز اه ممكن اكتب بقى الجوائز والحاجات اللي انا خدتها خدت جايزة الابداع في كذا تقرمت من كذا عندي رخصة كذا عندي نادي كذا عندي personal مثلا سكيلز مهارات شخصية عندي قدرة على التواصل او اكتر من لغة اه يعني تعالي ادي لحركة مثال سريع كده واحد كاتب انا لدي مهارات قوية جدا في الاتصالات فاحنا بنقول له لو عميل تنرفز عليك هتعمل ايه قالك اضرابه ففيه كلام لازم ابقى انا يعني اكتبه ابقى انا فاهم عندي قدرة على قدرة الوقت مثلا كاتب ان انا رجل بعرف دير وقت جاي بعد المعاد بساعتين طب ازاي ففيه حاجات ما ينفعش ان احنا نغلط فيها فيه حاجة اسمها كافر لتر للسي في ناس كلها بتسأل ايه كافر لتر دا فيه ورقة بتتحط في البداية عناية السيد رئيس مجلس الإدارة ويا سلام بقى لو انا عملت سيرشنج عنه وجبت اسمه فالناس تقول دا الراجل دا معه وسطة راجل بتاع الاتشار وزاي بيامل بريف صغير عن نفسه وبيقول له فلمار ديتيلز ان احنا هنتقابل شخصين او منتظر بقى المقابلة شخصية بالزبط كده يبقى فيه حاجة اسمها كافر لتر يبقى احنا النهاردة لازم نشوف ايه الابديت بتاع السي في والكافر لتر على الفكرة مش هتكتب بقى قصة حياتك فيه انت هتكتب بس بريف انا متخرج من اين مؤهلاتي كذا 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 في وقت بسيط عشان اللي يقرأ يستمتع واضح ان الموضوع دا ليه تفاصيل كتير جدا ولازم يكون فيه لقاء تاني مع حضرتك لان احنا محتاجين كمان نتكلم اكتر كمان عن الناس اللي لها خبرة يعني احنا دلوقتي دينا برضو نبزة او الخطوط العريضة عن كتابة السي في للفرش جراديوت هيكون فيه تفاصيل اكتر عن فن كتابة السي في دا محتاج على فكرة اكتر من فقرة واكتر من لقاء وحيكون فيه اكيد فن بقى الانترفيو الاوليني يعني بعد بقى عملت السي في الانترفيو هاعرض نفسي ازاي وهتكلم ازاي وهاعرضه بانه شكل وهل اخش احط رجلي على رجل ولا اخش اقعد ازاي والالوان اللي تلبسها كمان والالوان اللي تلبسها كل دا حاجات مهمة والاوتفت كله عمتا هل هو كاجور ولا كلاسيك دكتور ان شاء الله هتكون معنا مرة تانية اشان نتكلم بقى على احنا خلصنا السي في او يعني سريعا خدنا مراحل السي في نتكلم اكتر مرة تانية عن الانترفيو بقى واول مقابلة شخصية دكتور ايمان دهشان خبير التنمية بشرية صباح الورد عليك صباح الورد عليك وصباح الورد على المشاهدين ويا رب تكونوا استفدتوا يا رب ان شاء الله بزناء في قناتين ان شاء الله نشكرك شكرا جزيلا ومشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الدايت وليه انا برغم ما بقولش كتير انا لسه تخيني هنعرف ده في الفاصل اللي جاي